اشتركوا في القناة الصفحة لسن فور الدرس الرابع لليونتو للوحدة الثانية عليها تمارين بالاكتيفيت بوك صفحة ثمانية وعشرين وكذلك صفحة تسعة وعشرين بالكراسة عزيزي الطالب تحت عنوان what's the date ما هو التاريخ اذا what's معناها ما والإز رح يصير ما هو the date اللي هو التاريخ يعني رح نحتي ونسأل عن التاريخ يعني 3-4 2-5 مثلا 3-August 4-HT فها رح نحتي على التاريخ طبعا التاريخ اللي علاقة بمن بالأشهر أشهر السنة اللي أخذتها وين بهذاك الدرس وراح أقلك إن شاء الله وأعلمك بهذا الدرس إنه كل شهر من أشهر السنة كم يوم مثلا أكو أشهر ثلاثين وأكو أشهر واحد ثلاثين وأكو شهر وحدة معزول شهر مصيبة ستسلم لكم علي عزيزي الطالب يعني ذاك مشكلة رح نجي المن نجي لهنا لو تلاحظ يقلك أصغي وأقرأ طبعا أصغيلي وأقرأ من بعد تعلم القافية تعلم القافية طبعا هاي مقفاة شون القصيدة لو تلاحظ سبتمبر و نوفمبر ثلاثين بهن E-R ون شوف ون اللون لاحظ هاي كلير وير شوف ذني قافية مقفاة مثل القصيدة يعني محتواها شنو محتواها يتحدثلي عن أشهر السنة كلهن يقلي مثلا من اللي عدد أيامها ثلاثين ومن اللي عدد أيامها واحد وثلاثين بالإضافة إلى طلابة شهر فبراير هس رح نجي ونترجم آنياك عزيزي الطالب لحظ 30 دايز 30 معناها ثلاثون دايز ثلاثونة يوما هاز لكل أو تمتلك الأشهر 30 يوم من إنا سبتمبر 30 يوم أبريل اللي هو أبريل 30 يوم جون 30 يوم نوفمبر 30 يوم فدن الأشهر الأربعة كلهن على 30 يوم ونلاحظ 30 يوم 30 يوم من إنا أعيد لك يان وحفظهن أنا أريد فدن الأربعة من عندك أريد فدن الأربعة تحفظهن إنه ذن 30 يوم والبقية علي أنا فهمك سبتمبر ثلاثين يوم أبريل اللي هو أبريل أيضا ثلاثين يوم جون ثلاثين يوم ونوفمبر ثلاثين يوم ذن الأربعة بس أريد أن ما عندك سبتمبر أبريل أبريل جون نوفمبر هذن ثلاثين يوم زيان أستاذ أوكي والبقية شون أنا لاحفظين انتبه لي يقلي all the rest كل البقية شوف all معناها كل the rest البقية يعني بقية الأشهر have تمتلك أو لديها thirty one يعني شنو يعني واحد وثلاثون يعني ذن الأربعة ثلاثين والبقية كلهم واحد وثلاثين except ما عدا الشهر الطلابة اللي هو يا هو february february اللي هو الشهر الثاني من السنة هذا شغلة شغلته هذا يختلف عن أشهر السنة كلين أول أربعة على ثلاثين البقية واحد وثلاثين ما عدا هذا هذا الفيbruary شنو شغلة يقلك alone وحيدا يعني مشكلته وحدة ليش يقلك with only مع فقط 28 days اللي هو ثمان وعشرون يوما clear وكلمة clear معناها واضح أو بسيط بسيطة سنة بسيطة لاحظ سنة بسيطة يعني بأحد السنوات راح يكون 28 هذا واحد بعد and 29 29 and في each leap year أذن leap year معناها سنة كبيسة سنة شنو كبيسة راح نيجي سنة هستطر هاي الخط عن مفتهم اي ش راح يقلك راح يقلك فبيوري هذا الشهر الشهر الثاني يكون عدد أيام مرة 28 لاحظ 28 days ومرة يكون 29 زين ش وقت 28 بالسنة الاعتيادية البسيطة صحولها سنة بسيطة وش وقت 29 بالليب year شنو الليب year سنة كبيسة وإذا كان عندك معلومات وتفرق بين الكبيسة والبسيطة عاش تيدك أما إذا ما عندك معلومات قليلة اسمع من عندي عزيز الطالب طبعا الفرق أول شي من ناحية عدد الأيام عدد أيام السنة البسيطة الاعتيادية 365 يوم واضح نيجي للكبيسة الكبيسة زائد يوم يعني 366 يوم واضح هذي الفرق الأول زين استاذ أريد أعرف أنا هاي السنة اللي أنا بيها هاي كبيسة بسيطة لاحظوا طبعا السنة البسيطة مثلا خلنا نطيك مثال سنة 21 بسيطة 22 يعني 2022 بسيطة 23 بسيطة سنة 2024 اللي أنت بيها هاي شي صحولها يصحولها كبيسة يعني شنو يعني كل أربعة سنوات عدنا سنة واحدة كبيسة يعني هسة 24 بعد شوكت يالله تجينا سنة كبيسة أخرى بعد من نصير 2028 وبعد أكو شغلة الألعاب الأولمبية تقام كل أربعة سنوات والصادف في سنة كبيسة لاحظ عزيز الطالب هذا باختصار نرجع المن لعدد الأيام ونرتب شغلنا افتهمنا الفرق بين البسيطة وزادت لنا معلومة يا بطل يا مثقف رح نجي المن نجي لثلاثون يوم هذن الأربعة واضح الفكرة سبتمبر أبريل أوكي وجون ونوفمبر نجي المن نجي الهذن الهذن بس هذا الفبراير 28 وبالكبيسة شقد يصير 29 ما عدد أن الخمس أشهر أوكي ما عدد أن الخمس أشهر شقد عدد أيام 31 خل اختبرك وأشوفك لاحظ يا هذا السؤال اللي رح كتبهنا كم عدد الأيام هنالك إن جولاي أوكي تعالوا يا جولاي موجود إذن لا فبراير واحد وإذن الخمس ما موجود إذن عدد الأيام 31 نجي نتأكد جانوري 31 مارج 31 ماي جولاي هذا جولاي لاحظ شقد 31 أغوست أيضا 31 أكتوبر 31 ديسمبر 31 عزيزي الطالب هذا بالنسبة إلى شرح الأيام وشقد ولاحظ هنا حتى بالتقويم لاحظ يا جولاي شقد عدد أيام 31 لاحظ عزيزي الطالب رح نجي نجاوب المن نجاوب ذن السؤالين شوف كم عدد الأيام هناك في السنة الواحدة السنة البسيطة السنة الاعتيادية كم عدد الأيام أكيد راح تقول ستعاد 365 شوف السؤال الثاني كم عدد الأيام هناك في اللي هي السنة الكبيسة مش قد تزود لواحد هنا علىها شقد راح تصير 366 يوم عزيزي الطالب يعني هسا ان شاء الله افتهمت وعرفت وشاء الله اقدرت اوصل لك جزء من المعلومات اللي عندي لك عزيزي الطالب بعد اضيف لك فكرة نقول ونكتب التاريخ شلون نقولها وشلون نكتبها نقول ونكتب التاريخ لو تلاحظ عزيزي الطالب هنا نقول نحن نقول يعني من نريد نقول التاريخ اول بالبداية اليوم مثلا الاول وبعدين شنو الشهر او جولاي الاول من جولاي او نقول الشهر اللي هو جولاي وبعدين شنو يعني انت مخير بالقول بالنتري تحتي تقدر تقول اول بداية اليوم مثلا الرابع من اكتوبر او تقدر اكتوبر الصير اما تقول اسم اليوم وبعدين الشهر او اسم الشهر وبعدين اليوم هاي الطريقة زين الكتابة شلون بالاختصارات لاحظ هاي هذي مختصر الاول فورست هذي مختصرها الاول من جولاي فهاي نكتبها بهاي الطريقة ونقدر شنو نقول واحد جولاي زين استاذ اكفرق بين الاول واحد ايه اكفرق زين شنو الفرق راح ننزل انياك ونشوف شنو الفرق طبعا اهنا اقل كويد ديس اللاود اقرأ تلك بصوت عالي ثم سيقول كل التواريخ في الكالندر الي هذا التقويم الي امامك عزيزي الطالب هسا اش اريد من عندك اول شي هذا الجدول جدش التمار التفن من عنده الجدول هذا لازم نجز المعلومات اللي بيه واي والحج اللي بيه واي راح اجزي لك المعلومات على اربعة مجامية وبعدين اجيك المن اجيك الهات جدول راح يكون عندك شنو بسيط نيجي اول شي انياك عدي نوعين نوعين من الارقام النوعية الاولى يصيح لها cardinal numbers cardinal numbers الارقام العددية يعني الواحد 203 ارقام عددية والنوعية الثانية اللي هي درسنا لهذا اليوم اللي هي original numbers الترتيبية الترتيبية زياناستاذ شنو الفرق بين العديدية والترتيبية الترتيبية اللي تستخدم للترتيب مثلا هذا الفائز الاول الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع شوف وحتى استفادنا منعدها بالتواريخ الاول من الشهر الفلاني فالترتيبية اما العددية الاعداد واحد واثمين وثلاثة اوكي راح نجي زياناستاذ شنو الفرق شوف مو بس فرق فروقات طلايب مشاكل اوكي ونخلي لها في هاتجدول وطالب شعره ما يعرف ابو بس الستة خليكويا ماك شاء الله لاحق نجي الاول رقم هو الون هذا ون واحد هذا رقم احتياد وانتتعرف وين تو ثري راح لجي نخوات اوكي فهذا ون ما بيشي هذا اريد هسه هذا عددي اردى حول المن ترتيبي فشوف واحد شراح يصير لاحظ الاول اذا الون واحد اردى قول الاول شو صير فرست وبعد شوف هنا بس رقم واحد لكن هنا واحد وبصفة است هذا اختصار لاحظ شوف فرست شوف اختصار ترى مهم جدا جدا من تكتب لهذا انا هسه اقول انت تقصد فرست والاول متوسط لاحظ فرست انترميديت اذا تكتب لهذا وبصفة انترميديت اعرف انك اول متوسط فلاحظ فرست نجي للتاني اللي هو راح يصير ساكند لاحظ ساكند واختصارها شوف تختلف عن الفرست اختصارها تو ان ان دي واحد است خليها ببالك نجي المن نجي للثالث اللي هو ثري ثري وشوف قلت الثالث بالترتيب الثالث شوف الثالث ثرد وشوف اختصاره ثلاثة واردي ثلاثة وياها آر ودي هذني جزء الاول اول ثلاثة شوات لان بقية الارقام مثلا الرابع شوف الرابع الرابع راح اقول الرابع لحظ راح اضيف لها تي بقية الارقام الرابع والخامس والسادس لحد المعرف لوين راح نضيف لهم فقط تي مع بعض الملاحظات يعني تش صغير ونا بس كلهم راح نضيف لهم تي مع مراعات الملاحظات سأحط كيان لاحظ اجي اذا 4 هاي 4 ارد اقول الرابع اش اضيف لها بطال تي ات اختصار هاي 4 وايضا تي ات زي اقول لك ستاد هذني ليش ما ضف نال تي ات هذني شاذ ذات خلي هني ببالك لان حفظ وضحت الفكرة تحفظ لها حفظ نيجي المن الخامسة راح ننعبر راح نروح وين للسات شو 6 ش راح اضيف لها تي ات لاحظ 6 6 4 6 لاحظ اش ضفت لها تي ات بس شلف ضت ه ث فرح اصير 6 لاحظ واختصار ها 6 يعني هسا هذا رقما شوف هذا رقما وهذا كتابة هذا رقما وهذا كتابة فتخليها ببالك كتابة ويرد وهذا رقما وهذا كتابة خاف تقول شون الفرق بينها ذني بين اقواس شون الفرق بين هذا فاحتمال يقول لك هاي هذا رقما حول لها كتابة تحاول هذا كتابة حول رقما بها الطريقة نجي انياك المن ل ياهو 17 دقيق شبت من 6 17 وال 7 ضيف لتي اتش ولل 11 تي اتش 12 تي اتش 14 تي اتش تي اتش شو ضيف لتي اتش لاحظ 17 صارت 17 لاحظ هاي في 17 وهذا اختصار او رقما هذا العدد ما لاتشوف 17 هاي فكرة شوف هسا لني مجموعة الفكرة الاولى شوال الفكرة الثانية اضافة تي اتش اضافة شنو تي اتش نجي اللي بيهن لولا لو تلاحظ مثلا عندك 5 5 5 اردقول الخامس معقولة اضيف لها تي اتش قبل مباشرة لعبيها تغيير صغير اريد من عندك تلاحظ صارت 5 صارت 5 هذا التغيير يعني على حسب هذا التغيير انا اخرتها اقدر اخليها ورا الفور اوكي بس اخرتها حتى تركز عليها خاف تيجيك بالامتحان 5 شوف صارت صارت 5 يعني هذا في ال في انتبه لها وخلى مكانها اف وضاف تي اتش بعد عدني نفسها ان شاء الله ايو والله عدي من هو ثمانية 8 8 8 8 لاحظ هسا هاي بها تي اضيف لها بعدان تي اتش لا لاحظ اش راح اصير بس اتش وشنية ايث لاحظ اي بس اتش ضفت لها ليش يعني التي موجودة هاي ايضا فكرة ادي بالك عليها نجي المن التاسع 9 9 9 شوف اش راح اصير راح اصير 9 9 سوت حذرت ال اي وضفت تي اتش هسا هذا يا فكرة هاي الفكرة الثالثة اذن بيهن شوية اتش حبش كلا تلعز شوية ترتب يعني هنا 5 قلبنا ال في الى ف وضفنا تي اتش هنا نضفنا بس اتش هنا حذفنا ال اي وضفنا تي اتش فهذا الني شوية اركز بيهن راح نجي المن الاخر شي الاخر فكرة بهذا الارقام حتى نختم الموضوع لاحظوا يا عزيز الطالب الفكرة هاي مثلا عندي 20 20 شو راح اصير راح اصير 20 زين هاي شون الحج استال هذي والله بسيط بس باب علي الواي راح اقلبها المن الى اي وش اضيف اي تي اتش شوف العشرين الثلاثين الاربعين الخمسين الستين السبعين الثمانين التسعين لحد التسعين كل هن ينتهن بواي ونحظ اخذ لك بعد واحد 30 ايضا باش انتهت بواي راح اقلب الواي المن الى اي واضيف اي تي اتش لاحظوا هذا الواي شوف قلبت المن الى اي واضيف اي تي اتش زين استال والخمسين نفس الشي 50 تقلب الواي الى اي واضيف اي تي اتش لاحظ عزي الطالب هذا باختصار شديد بعد اكو بي فكرة واحد وعشرين الواحد والعشرين يعني مثل هاي 21 21 هذا شلون احاول الى عدد ترتيب مثل هذا العشرين الثلاثين الاربعين الخمسين تنزل يعني هنا راح تنزل 20 لكن الواي هذا الواي من حاول شي صير فرست اذا راح اصير 21 لاحظ اي 21 اختصار او رقم هاي شون صير 21 وياها ستي زين ليش ستي اي موانع تنزل على اليمن على الفرست الاول واختصار الاول شنو واحد وست فهاي 21 عزيزي الطالب زين استاذ اريد اقول 32 اي 30 30 تنزل واجي للثنين الاثنين شنو سكن لاحظ فاش راح اصير 30 سكن زين اختصار شون اخلي يمن الثنين ثلاث حتى صير شون انا استفاد من اول شي عد تمال ين بك راس راح تحتاج هن هذا واحد ان شاء الله الثاني عزيز الطالب محتملا بالعملاء يجيب لك هيد شي اقول لك اختصرناها واحد وست اذا اختصارها هذا اختصارها تكتب لاثنيا واندي هاي ثنيا واندي هاي سكن هذا اختصارها او احنا اختصار هذا رقما كتابة الرقما وهذا كتابة وهذا رقم هذا كتابة هذا رقم هذا كتابة وهذا رقم بعد لو تلاحظ يطيك يا رقم وانت ش تحاول عزيزي كتابة شوف فذ فذ لاحظ كتابة زي الثمانية الثامن الثامن شون تحول الثامن لاحظ يا نفس كلمة ايت واضيف اله اتش ضفت اله اتش اكو طريقة ثافة اكو طريقة ثافة شين يا لاحظ يا سكس ستة صارت صارت سكس يعني السادس اذا ناين تسعة اريدك تحول ياها للتاسع شصير باختصار شديد ناين مع مراعات انه اكو نضيف الهن تي اتش واكو شادات واكو نقلب الواي الى اي الشروحات اللي شرحت لك قبل شوية كلهن تستفاد من عدهن هذا بالنسبة شون يجيك عزيز الطالب بالامتحان بعدها راح نروح نقرأ مثل ما قال اللي قراهن بصوت عالي يلا ابويا فورست معناها الاول وهذا كتابتها رقما سكن معناها الثاني وهذا كتابتها رقما ثورد الثالث وهذا رقمها فورث الرابع وهذا رقمها فورث الخامس وهذا رقم سيكس السادس سفن السابع ايت الثامن ناين التاسع تن العاشر نجي الالفن شوف الدعش نفسها وضب تلاتي الالفن الدعش الحادي عشر تولذ شوف الثنعش هم بها لولا دير باك بها فره بعد ثيرتين بستي اج فورتين بستي فيفتين لاحظ يعني اربع طعش اخمس طعش نجي ستعش بس تي اج سبع طعش سبنتين ايتين اللي هي الثامن عشر ناين تين اوكي بس تي اج نجي للعشرين شوف العشرين شمسه قالب الوا المن الى اي وضيف اي تي اج صارت تونتي تونتي بعد لو تلاحظ الفكرة اللي بعدها شوف تونتي رح تنزل واعتمد مثلا هاي واحد وعشرين شون احولها شوف تونتي تنزل واجي للواحد الاول شوف فرست شوف هسا العشرين تنزل الثاني تونتي ساكن تونتي تونتي تنزل ثيرت شوف ما حولناها مثل هذي لا اعتمد لعرقم الثاني شوف تونتي تنزل فورث واثناء لعرقم الثاني تونتي تنزل ففث واثناء لعرقم الثاني لاحظ تونتي تنزل سيكس تونتي تنزل سيفن ومو بس تونتي مثلا ثيرت كذلك ثيرت تنزل وابد فورست لكن اذا رقم واحدة مثلا ثلاثين اريد حول الى ترتيب لا اقلب الواي شوف هسا هذا بواي اقلب اكتبها الى اي واضيف الى اتياج واذا اضفت الاول لا ينزل الرقم نفسه واخلي الاول فالثاني ثارتي 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 فورث وثارتي ففث لاحظ عزيز الطالب لن تقدر تكتب هن انت هنا هذا بالنسبة الى قراءة الجدول وشرح بالتفصيل بعد بقى تعدي فكرة بأكسرسائي سي سؤال يقول متى عيد ميلادك معناها عيد ميلادك الجواب عيد ميلادي 20 28 28 28 28 فبراير نجي للسؤال الثاني كم عمرك سوف تكون انت شوف هاي بمعناها تكون تكون انت على عيد ميلادك القادم هنا يقول انا سوف اكون 13 شنو 13 13 13 نجي اراكي ارمد هذا اخر فكرة مهما اراكي ارمد فورس داي اللي هي القوات العراقية المسلحة يوم يوم اعيد لك يوم القوات العراقية المسلحة اللي هو عيد الجيش العراقي ستة كانوا الثاني لو تلاحظ از سيكس لاحظ جانوري هذا باختصار شديد عزيز الطالب شرح وتفصيل صفحة 19 قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة